اشتركوا في القناة جبن جبن كريمي عندي ماينيز عندي الطماط البيض المرتدلة الخز تقدرون بدايل المرتدلة تحطون تيركي تقدرون تسوون دياي مسحب وتضيفون لماينيز الفلفل اسود وتحطونه مع التوست فالبدايل اللي تحبونها تقدرون تضيفون الجزار المخلل اي نوع خضار انتو حابين نبدو ياكم الحين طبعا انا رح احمش التوست رح اقص الطماط والمرتدلة رح اقصها بعد طلع اقراضنا المحتاجين بس تكون شوية ضعيفة عشان التوست تمام المرتدلة رح نحطها تابونها مثلا انتو على نفس الشكل او تابون تقصونها من هنا عشان لا تطلع من بس هي حجمها زين حق التوستر الحين رح اضيف التوست البيضة رح اضيف لها شوية ملح و شوية فلفل اسود هذا الملح وهذا الفلفل الاسود نخلطها عدل نقاية ماي تحمش عندنا و رح نضف الشابينجورد عشان احط التوست واشتغل فيه بسم الله نشيك على التوست نبينا بقعد شوي الخيسة الحين رح نضبطه على حجم التوست رح اقصه احتاج بس ما احتاج الارجل اللي تحت هذي رح اشيله رح تاج بس الاوراق هذي نفس الشي شوذي تمام حين بس ننطر التوست عشان نحشي تحمش عندي التوست هذا المطلوب الشكل المطلوب الحين رح اسوي طبقاتي وراكم على بعض تالي اسوي البيض اول شي رح حط المينيز فاصل ونواصل عدنا لكم بعد الفاصل هني حطينا المينيز والخس نسوي طبقة ثانية رح نضهنها يا مينيز يا جبن اللي انتو تحبونا انا رح نضهنها جبن كريمي شذي تالي نسوي وياكم البيض الحين رح ازوي البيض هذي مقلطي اخترتها مربعة عشان التوست خليها تحم تحتر شوية نزل عليها الزيت قطرة زيت طبعا احنا قبل الفاصل حطينا البيضة فوقها ملح وفلفل اسود رح اضيف لها الموزرلة عشان يعطيني بعض طعم موايد حلو حق الكلاب ساندويتش بس يحتر الزيت ونزل بيضتنا بسم الله تحليها شوي القالب حلو عشان يعطيني حجم التوستة رح اضيف لها الجبن بسم الله شدي الموزرلة هين رح يضوب الجبن بحرارة البيض تغريبا خلاص تحمر لدي البيض بسم الله باجلة ويدوب بعد طلعت شوي أكبر قادرون تقصونها نزلون منها خلاص نضع نضع بسم الله نزل البيض نحاول نواسيها تمام شرائكم حلوة شي مربعة نفس الحجم طلعت مضبوطة الحين تبي تضيفون ماينيز وتبي تضيفون جبن كيفكم مرات شسوي أخلط المينيز مع لمخلى الإخيار صغار 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 أقص واخلط مرات تخلط مع زيتون هما قصة صغار زيتون أخضر زيتون أسود مع المينيز وحط يطلع ويتحلو الحين بتضيفون هوش المرت لله زالي الطماط إذا مو حابين طماط تقدرون تلغونه نضغط عليها شوي 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 شكلها قبل التقطيع تقدرون تدون ماينيز ماينيز تقطونها بزعتر بسماق بلبنة تقطونها كيفكم أي شكل أنتو تابونه شو الشكلها؟ جيد حلو راح أدصها وياكم الحين طبعاً طبعاً تقدرون تقلوا لطبقات إذا ما تابونها أربعة تقدرون تسوينها ثنتين تقلوا نون اللي داخل شو الشكلها؟ ما شاء الله رهيبة وحلوة نقدمها لكم بهذه الطريقة وهذه وصفتنا لليوم وأتمنى الوصفة نالتها لأجابكم وأشوفكم في وصفات قادمة بإذن الله